إذا أردت أن تحقق العبودية ففتش في قلبك فللعبادة ثلاثة أركان حب الله والخوف من عقابه ورجاء ثوابه قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فالقلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحها فمتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله وقادك إلى فعل الخيرات والرجاء هو الطمع في فضل الله مع العمل الصالح قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أما الطمع في رحمة الله مع الإصرار على المعاصي فهو غرور وليس رجاء قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة يقول أحدهم إني لحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل وعلى المسلم أن يوازن بين الخوف والرجاء فلا يتحول خوفه إلى يأس من رحمة الله قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يتحول رجاؤه إلى أمن مكر الله قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون